السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هنواصل في مادة الميكانيكة الهنتسية. هنشرح الشابط الرقم عشرة. اللي هو ديناميكس اوف ريجيد بوديس. طيب اليوم هنشرح المسألة رقم ثلاثة. يعني بيعطينا الزراع اللي هو الزراع هذا اللي هو اي بي. الزراع هذا عين ضع الفوق. يعني الطول المتاعه اللي هو المسافة دي. والمص المتاعه اللي هي ام. يعني حتنطلق بيها اللي هي الفيلوشيتي في وان. يعني يعطينا المص اهم لي عشرين. المسافة تعتذر عليها اربعة. الزاوية اللي حينطلق بيها اللي هي اربعين درجة. يعني الفيلوشيتي في وان قيمته خمسة فاصل خمسة متر. القيمة بتاعت المص مموتو في نرشيا اللي هي الاي تساوي واحدة الاثناش ام دي سكوير. يعني يعاوزين لونجلر الفيلوشيتي اوميجا لما تكون يعني التيتا تساوي اربعين درجة. اول شي عاوزين المص مموتو في نرشيا اللي هي الاي. يعني هنعوز. هتصبح واحد على اثناش اللي هي المعادلة هذي طبعا. في المص اللي هي عشرين. هنضربها في الدي اللي هي اربعة متر. يعني في الاربعة قوة اثنين. النتيجة بتكون قيمة النتيجة بتاعت الاي بتكون ستة وعشرين فاصل ستة ستين. هذي قيمة الاي. هنستعمل البرنسيبل بتاعت الوارك والكونسرفاتيب فارسس. والبوتونسيال انرجي. يعني اول شي. هنستعمل البرنسيبل اوف وارك ان دي انرجي. يعني عنا البرنسيبل بتاعت الوارك. اند انرجي. البرنسيبل هذا بيقول انه. دي وان بلاس. دي وان. ساوي تي تو. بلاس. الفي تو. طبعا التي وان هي الكائنة تي كينيرجي. والفي وان اللي هي البوتونسيال انرجي. لما اروح البوزوشن وان. يعني هذي هي البوزوشن وان اللي كان فيها الثراح. البوزوشن وان هذي عنا البي وان اللي هي البوتونسيال انرجي والكائنة تي كينيرجي تي وان. نفس الشي في البوزوشن تو اللي هي هذي عنا البوتونسيال انرجي بي تو والكائنة تي كينيرجي التي تو. هنستعمل على البوزوشن وان. بالنسبة هنحسب الديوان يعني الديوان اللي هي تساوي يعني نص يعني البيوان اللي هي طبعا هي معتاة اللي هي خمسة فاصل خمسة والام اللي هي عشرين بنعوذها يعني بتصبح نص العشرين في الخمسة فاصل خمسة واثنين النتيجة بتكون ثلاثمية واثنين فاصل خمسة جول هذي الديوان بالنسبة البيوان طبعا هنا في البيوزوشن هنا على الديتم الديتم دايما على الديتم مع المحور هذة البيوان بتكون سفر يعني البيوان بتكون سفر نفس الشي هنحسب البيوان تي تو والفي تو في البوزوشن تو اللي هي البوزوشن هذي يعني البوزوشن هذي في الأوميغا يعني نص دي في الأوميغا هتصبح أربعة اللي أنه دي تسوي أربعة على ثنين في الأوميغا تسوي ثنين أوميغا يعني هذي بالنسبة للكيني تي كينيرجي اللي هي تي تو هتكون نص الأم اللي هي عشرين في الفيلوسيتي في تو سكوار بلاس نص النص الآي في الأوميغا سكوار ليس نص الآي؟ لأنه هنا الحركة نوعين هي حركة مستقيمة يعني هذي كينيرجي بتعالي حركة دورانية وهذه حركة الحركة المستقيمة يعني التي تو بتكون بالقيمة هذي اللي يقدر بعدين نعوذ الآي بالقيمة متاحة لها ستة وعشرين فاصل ستة وستين يعني التي تو نص العشرين في الفيلسي تي تو سكوار بلاس النص فيستة وعشرين فاصلة ستة وعشرين فاصلة ستة وستين آميغا سكوار هذي المعادلة متعت التي تو بالنسبة لب形 سينيرجي اللي هي الفيلسي تي تو هتكون المسافة المقطوعة اللي هي هذي في الدبليو لأن الدبليو تساوي الماس في الج يعني المسافة المقطوعة ما هي المعدلة هي دي على ثنين في الصين تيتا هنضربها في المس اللي هي عشرين في الجي اللي هي تسعة فاصل ثمانية واحد يعني بتكون النتيجة النهائية بتكون ميتين اثنين وخمسين فاصلين وعشرين جول هذي هي الفيتو طيب نعوذ في القانون اللي هو تي وان لاس الفي وان يساوي التي تو لاس لابيتو هنعوذ كل قيمة يعني عنه هنا هذي قيمة تي وان هذي قيمة تي وان اللي هي زيرو هذي قيمة طبعا التيتو هي هذه كلها لكن ما ننسى créنا تناعوذ ها بالقيمة بتاحها اللي هي ثنين عميقا اعوذها هنا بالنسبة�를 التي تو اللي هي هذي والفي تو اللي هي القيمة هذي بنعوذهم كلهم في المعادلة هذه تحصل على المعادلة التالية اللي هي 302.5 تساوي 63.33 أميجا سكوار بلاس 252.22 طيب من خلال المعادلة هذه نقدر على نستنتج الأميجا اللي هي تساوي 0.89 راديان بار سيجند هذه الأميجا لما تكون التيتا تساوي 40 يعني التيتا هذه تساوي 40 درجة طيب هنا نكون يعني نهينا التمرين هذا نتقابل إن شاء الله في المحاضرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته